في غضون ذلك شهدت جامعات أمريكية وأوروبية حملة اعتقالات طالت مئات الطلاب وعد الأساتيزة المحاضرين بسبب الاحتجاجات المنددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كانت الشرطة الأمريكية اعتقلت الأسبوع الماضي أكثر من مئة طالب إثرى نصبهم مخيما احتجاجيا في حرم جامعة كولومبيا في نيورك وطلبت طلاب الجامعات بالتوقف عن الاستثمار في شركات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي شكرا